بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالباء طلاب الصف الثالث السنة النهاردة بإذن الله وبناء على طلبكم كتير نحنمشي برضو في ترتيب دروسنا لكن هنحل النهاردة صفحات متين وعشرين متين واحد وعشرين ومتين اتنين وعشرين ومتين تلاتة وعشرين ومتين اربعة وعشرين الجمل الخاصة بالقواعد وهنحاول نوضح الحاجات المهمة فيها يلا نبتدي نجاهز نفسينا ونفتح كتاب مرسي صفحة متين وعشرين كلنا طبعا خدنا بنا من فتحنا صفحة عشرين عارفين ان سؤال القواعد عليه عشر درجات هو عبارة عن 11 درجة وفيه 3 اختيارات على كل نقطة من النقطة اللي عندنا كل نقطة طبعا بدرجة ونركز كويس قوي واحنا بنختار الاختيارات يا جماعة سهلة جدا واول حاجة هعملها ان انا دايما حاول استبعد الاختيارات الغريبة وابدأ اتأكد من اختيار الصح اول جملة في التمريض رقم واحد سألا انه الا انا قابلته في النادي قابلت مين قابلت الا رين كونتر من ضمن الافعال لما تخدش حرف جر بعدها ما يجي بعدها عاقل يبقى رين كونتر حتاخد هنا له لان انا بتكلم عن الاء فاجريج مستبعدة لوي طبعا اقابل الاء لو قلتها بالعربي حتى هتبقى بالنسبة لي سهلة ما فاش مشكلة في جملة رقم اتنين ان تي دورنيير وحط خط تحت كلمة دورنيير الكلمات الدلة طبعا على الماضي يبقى على طول حروح اختار جملة في الماضي الجملة هنا حطت واحدة مضارع واحدة مستعب الواحدة ماضي سأختار الاخيرة سويزال لي اللي بعدها اون مي اوتان في اوتان طالما عندي اوتان ده بيعتبر ظرف من الظروف عندنا بياخد دوء او دوء ابوستروب بعده على طول نضع كمية مساوية من اللبن مثل الماء اللي اتنين زي بعض بالظهر بعد كده عندنا رقم 3 رقم 4 اول ملاقي كلمة انكور على طول في النفي سأختار كلمة بلو اختار كلمة بلو في رقم 5 في رقم 5 مع وسائل المواصلات بياخد ادوات معرفة ادوات ناكرة المهمة ما ياخدش حروف كار يبقى انا عندي ادات معرفة واضحة او اللي هي اللبسترو في رقم 6 طب كلمة مؤنس يبقى اختار كلمة المؤنس اللي فيها او في الاخر اللي بعدها رقم 7 جم جواء بياخد او بعده على طول يبقى او بسكي عشان كلمة بسكي موزاك جولي امال على جمب لان ضعيضه من اعضاء الجسم طبعا بعده مال يخد حرف جراء وطبعا جم مؤنس اللي هي ساق الافيون اي بلو رابيد طالما فيه بلو او موا او او اوسي وفيه كلمة خاصةهم يبقى انا محتاج في الجملة دي كو او كاباسترو طبعا هنا كو على اساس ان اللي بعدها بادئ بحرف سك رقم 10 ووو سنتي مسيو يبقى كمون اما بلاي سنتي بخد كمون كمون ووو سنتي مازاتشور ياسيدي لغتو مانجي لأيت مانجي لأيت بوار مانجي وبوار ويليا اتالت دول فينوات أبل الار فينوات بعد مانجي أو أبلها وعيس دامير شخصي او بوار يبقى اخد اون على طول وانا ايه يعني متطمن تمام في رقم اتنين اون مانت طب مانت لها حرفين جارة عندنا يا دون يا اا يا دون يا اا وسيلة مواصلات يبقى دون ا انا مع كلمة شفال او مع الحيوانات عمتها ده المحددة في المنهج بتاع اون في با جملة منفية يبقى حاخد دو مارتين تيه او كلو بيير فيه كلمة ايير يا جماعة يبقى امس وفيه فرب اتر قبلها متصرف مع تيه تيه يبقى اخد الله واخده تبعيه عشان مارتين هنا مؤنس يبقى الله اللي في الوسط جوليان مي ام بولا لا الا فروات احنا عارفين ان افعال افوار اما يجي بعده تعبير بيدل على الاحساس فما بتتغيرش الكلمة اللي بعده سواء كلمة فرواء او كلمة شو الى اخرهم الكلمة طيب انا عايز طيب انا عايز اوفر اوفرير بيتعامل كأنه مجموعة اولى يبقى في اخر او محزوفة منه الاس يبقى مش حاضر اخد التانية والاخيرة طبعا متصرفة مع ايلا بيك اس بس لو الفعل جاء في اول الجملة يبدأ امر طيب رقم سابعة سافو دي دو هاه مصدر فعل على تصور تير دو بور صن ا دو بور صن ا بعضهم مصدر فعل مباشرة او فعل يكون متصرف عندي في الجملة او ثمتين ثمتين وعشرين عندنا كلمة كومبيان كومبيان بتاخد كت بعدها بس ابوصل الفعل لاراكت اي لوبالون الفعل هنا جمع يبقى بيساوي ايلا بيك اس يبقى اخد فعل في اخر او ان تي يبقى حاخد الاولى هنا بوصف كلمة سبور المصارعة بتكون رياضة جمانج بكو او نيفير طبعا ما تنفعش بلو دو ولا تنفع بلو كو ما يجي لايغة دي مش مقارنة في الاجازة جفة دي كومبانج كومب طبعا اللي هو المعسكر دي كلمة مذكر اخرها انج ودايما كلمات اللي اخرها انج غالبا بتكون مذكر بلاش دايما ايغة الا بصي لا جورني لو لاحظنا فيه عندي حاجتين بصي مش وقدة تبعية يبقى مش هتاخد اتر بصي هنا في الماضي المركب يبقى تاخد افوار وطبعا بصي معناها يقضي ومعناها يقضي اليوم ولو جه بعدها مفعول مباشر انا عارف انها بتاخد افوار يبقى حبص الحاجتين بصي مش وقدة تبعية بصي متصرفة في الماضي المركب عشان اكسون في الاخر يبقى دا اسم مفعول يبقى مش وقدة عليه يبقى تاخد ان وانتي يبقى يلزون بصي لجورني او كلو ايغة طبعا عارف كلمة دلتا بلان اخرها او بس دي كلمة مذكر يبقى اخد دي دلتا بلان اللي اتران الشرعي رقم ثلاثة اد فو فيني دو بغي الاجابة دو زائد اي مكان يبقى اسأل بديو ديو اللي هي من اين انت فهمت الدرس انا فهمتش حاجة يبقى ريان طبعا كالكي شوز مستبعدة لان دا في الاسبات برسون طبعا العاقل فهي كلمة ريان كل العيلة او كل الاسرة سي يبقى دا فعل زود امرين صرف في الماضي المراكب عشان جابله اتر ها يبقى ياخد تبعية عشان كلمة مفرد مؤنس يبقى اختار الاخير انا بعمل نوزها في المركب عندنا لان كلمة المركب هنا مفيش ادوات طبعا وهنا بيعمل نوزها في المركب كلمة يا او يا او دي كلمة طبعا مفرد مذكر بس الجملة منفية اخد دول اخيرة ما اخدش دول ابوستروف لان حرف الجريج هنا لا يعامل معاملة الحرف المتحرم نو في اه في دا اسم مفعول وفير بفير من ضمن الافعال اللي بتاخد افوار مش من الافعال الاربعتاشر يبقى نوزها في نوزها في هنا في اسم مفعول من فر بفير جمال او دوا انا عندي قلم في صبعي كلمة دوا كلمة مذكر كلمة مذكر كلمة مذكر الجملة اللي بعدها نفس صفحاتنا جفاي ديز اكتيفتي ديفيغانتة الاخيرة لان كلمة اكتيفتي جمع مؤنس طبعا فهتبقى ديفيغانتة الاخيرة جوت غافاي بيير هنا مقارنة طب اختار بلو بس او اختار بلو دو او اختار بلو كو طبعا مافيش كو في الجملة يبقى بلو كو على بعضه لان طبعا كلمة بلو محتاجة صفحة بعدها بلو دو محتاجة اسم بعدها ولابد يكون في معاهم بردو كلمة كو موجودة في الجملة طبعا مافيش ومقارنة فعلي باختار بلو كو طيب الجملة اللي بعدها في التمليل رقم اربعة اول واحدة دولار كلمة دولار يعني الام الام اول واحدة نو فياجوه او كندا طبعا كلمة كندا دي دولة من الدول المذكر المبدوقة بحرف ايه ساكن تاخد او سيبالون اه اتاجا وي الي تالوي لان هنا عايدة على مين على اسم اسمه مذكر بيساوي هو يباب بتاعتو جفا جفا دي اندبال وحنا عارفين ان كلمة اندبال دي كلمة ايه مذكر مبدوقة بحرف ساكن لان الاش هنا اسبري الاش هنا منطوقة جلم با سات بواسان كلمة بواسان معناها مشروف فدي مؤنس ان مي اوتان في كلمة او بعدها يبقى اسم اسم يبقى اخد دوة او دوة ابوستروف طبعا او مبدوها بحرف متحرك تاخد دوة ابوستروف تيفار انکنتره جان العنترينة quello نو جينهوär انكنتره انا مش حقابل فينا فيهين أنا أتكلم عن شخص إليان كور دو لكام فتير إليان كور دو لكام فتير إليان إليان كور دو لكامل وحقول إلي أنا طالما أقبلها نو أتخد أن على طول تخد شحية غير أن خد أن تهب دكو تيني بان في دو سورتير تيني بان في دو سورتير أليس لديك الرغبة الخروج قال له لا دا أنا عايز أخرج كلمة لا أنا عايز أخرج دي إليها معناها أيوان عايز أخرج بلا أنا عايز أخرج يبقى بيسبو يبقى في الحالة دي يختار ساعة على طول عشان السؤال مانفي بيير أفام بيير جعان ادي له أعطي له يبقى دوني أ بيير اعطي إلي بيير يبقى تاخد لوية ثم أتقى هذا الصباح بصي وغدة تبعية آه وغدة تبعية طيب هنا الفعل ما يتصرفش إلا زي يبقى هاخد أستي لأن بصي وغدة تبعية يبقى دي بيثبت لي أنها هتاخد أتر أتر على طول هاخد تصرفها مع الضمير هنركز بقى قوي مع بعض لأن طبعا أنا مش حالي لدول قدامكم فهتركزوا معي قوي في الحال فيه هنري هنري نريد أن أخذ جمال قبل كده بنافس الطريقة وليس حلنا هنري يبقى هنري يبقى تصرف إلي بيك أس يبقى تاخد تبعية فيها أس في الآخر يبقى اختار أول وحدة يعني ده طبعا ماضي مركب إليا إليا بيغ كلمة بيغ مذكر يبقى تاخد دي الأخيرة دي ما عنديش حاجة يعمل ريان عفي ما عنديش حاجة يعمل كلمة بروموني ده هو فعل زودامرين وطالما ما جايش بعده مفعول يبقى هو فعل زودامرين وتأكدت من الموضوع ده في الجملة دي هو بيتنزه في الغابر يبقى سي بروموني اللي هي آخر واحدة سي بروموني رقم خمسة أليمون احنا قلنا أكثر من مرة الكلمات اللي بتنتهي في الآخر في مذكر دايما وهنا جامعي سأختار كالة اللي في أخيرها بدون O جملة اللي بعدها ألمي بلو شوكولة طب شوكولة ده اسمي يبقى تاخد دول أخيرة على طول لأننا عارف ان المقارنة سواء كانت بلو أو أطان بلو أو أطان أو موا بياخدوا دو أو دو أبوسترو طالما تجيه بعدهم اسم في الشتاء أخدنا قاعدة قبل كده بتقول بالنسبة للألوان إذا سبقت تبقى مفرد مذكر يبقى أول واحدة بلون بيضاء بلون الجبال في اللون الأبيض وغدى اللون الأرض طبعا احنا عارفين ان في حالات كتير للألوان اللون طبعا لو جاء مركب فما بيتغيرش كلمة مارون أو أورانج بتتغيرش دايما سبتة اللون لو جاء بعده درجة من درجات التحديد زي كلمة فونسي غامق كلمة كلاير فاتح ما تضيرش بعد سي الاستلاح سي اللي هو سو زائد أستي اللي هو إنه أو إنه دايما الصفة بعدهم وحتى الصفة دي لو كانت لون ما بتضيرش يبقى عندي أكتر من حالة بالإضافة الحالة اللي قدامنا دي زائد صفة مفرد مذكر وخاصة صفات الألوان رقم تمانية جو طبعا عارف إنه جو جامع مذكر اه جامع مذكر يبقى اختار اللي في الوست كال جو تيا تيفاو جيمناز يعني في أي أيام بتذهب إلى صالة الألعاب تيجو بيتونك يعني الكرة الحديدية مؤنس يبقى ألا لأنه قبلها جوال ألا ليا في الوست البورت دي لو نت فاكرين احنا كنا دايما نقوله في سنة أولى خدوا بالكم إن كلمة جامع مؤنس جامع مؤنس جامع مؤنس لا ما تحكي ليش طبعا يبقى ما لا تحكي لي تفاهات أو حاجات ملعاش لازم في رقم ستة رقم واحد رقم واحد بتقول كمبيا هتاخد دو ولا دو طبعا لأن احنا قلنا حرف بيعتبر هنا حرف ساكن مش متحار كمبيا كمبيا انت قلت لي حاجة يا فاندم ها هل حضرتك قلت حاجة نون جيني ريان دي انا ما اقولتش حاجة بانا عندي كلمة كالكشوز بتتنافي بريا بتتنافي بريا النقطة اللي بعدها رقم تلاتة في شتاء المنتان طبعا الجبال جامع مؤنس اخد بلانش اللي هي في الوسط اللي في الوسط سيتان غو بلو أبوا طبعا نحن عارفين ان كلمة أبوا ده ويارة صغيرة يبقى بتاخد حرف الجر دايما ودي حاجة اسمها الموتيف موتيف اللي هي النقش او اظهار الاشكال على الملاف سيت يامال لو انت عندك ألم في الر طبعا الفاعل هنا تي يبقى هنا برضو هصرف مع ضمير تي يبقى برون اللي في الوسط اللي في اخيرها حرف اس برون طبعا الاس هنا متحزفش ده تصريف مع ضمير تي لو لقينا جملة فيها سي تي يبقى الجملة التانية ممكن تتحط في الامر عادي يبقى هاخد نفس التصريف مع الضمير الاولاني اللي هو مع تي ممكن تتحط في الامر طبعا حعز في التين البوا سودا كو طبعا عايز حاجة فيها دو يبقى بليدو على طول عشان كلمة سودا ده اسم لقينا اسم اخد حاجة فيها دو بليدو مواندو اوتوندو لكن صفة اخد حاجة مفاش دو عندي بلي ومواندو اوسي انت بتحب المنتجات الغذائية منتجات الالبان منتجات الالبان وي لقينا مانش خد اون على طول مانش ناخد اون اون براتيك اون براتيك سبور اكسترم براتيك تاخد ايه براتيك اون سبور اكسترم لان براتيك مبتاخدش لا دو ولا او بربي براتيكي دائما بياخد بعض محدد محدد ادات ناكرا ادات معرفة وهاكاسا جي نفى بعد جملة منفية يبقى اخد دو الاولانية رقم عاشرة جي مانج دو بسكوي او غوتا غوتا لالواجبة الخفيفة موذكر اخد او البعدها بواسان كلمة بواسون معناها مشروبات جامعه مؤنس يبقى اخد كل الاخير كل الاخير في التمرير رقم سابعا من الفي بين الس مسري وربما ي HP معه التعبيرات الخاصة بالجو اخد في على طول الفي فالس بارد شوية في الصهرة برا يعني الزراع طبعا ده مذكر حياخد او على طول بعد كلمة مال بناخد حرف الجراء وبنعمل لها اضغام مع المذكر طبعا بتبقى او الفير يبقى مكتوف في اخر الجملة عندنا لا دي رقم 3 الفير لا في سال طبعا في مصدر فعل يبقى اخد فياندو على طول مصدر فعل يبقى اخد فياندو قدام طي الجملة اللي بعدها رقم 4 مدينة ناس الفرنسية المدن بتاخد حرف الجراء معادة بعض المدن زي القاهرة والفيوم وسيناء وافار الفرنسي بعد كده عندنا رقم 5 سوف تتصل او كوبا هل سوف تتصل بأصدقائك قالوا نون جي في وار الانترينمون يبقى هنا ليه اراهم انا حشوفهم اراهم واشوفهم يبقى اخد ليه على طول عشان فيرب ووار ما بياخدش حرف جر عندك صفحة 23 رقم 6 تي ني فو با دي بات قالوا سي بلا انا اريد منها اللي بعدها صفحة 7 ماذا فعلت امس اللي جي ني غيان فو انا ما عملتش حاجة جي سوي ريستي شمو يعني انا بقيت عندي عدت عندي في منزدي جمعنا رقم 8 جي فودري الكلمة اللي بعدها مؤنس فرامبوازا سيل فو بلي فرامبواز سيل فو بلي بكلمة طبعا مؤنس فانا هاخدها في رقم رقم 8 لوتران اريف القطار فا اريفي سوف يصل اا ميدي اكا طبعا احنا عارفين ان كلمة ميدي وكلمة منوين بتصبغ بحرف الجر ا زيها زي الساعات لان دي ساعة محددة اما فترات اليوم بتاخد قبلها دايما لو او الا بوستروف زي لابري ميدي الاشيتي دي شوسير كلمة شوسير طبعا جمع مؤنس ولكن انا عندي ما روح خلاص يبقى اختار تمارو افتحوا الشباك نو زا فو شو الاولانية لان الصفات اللي بتدل على الاحاسيس لا تتغير دايما تبقى مفرد مذاك في تمريد رقم 8 جي بوا دولي طول جور كل يوم الاولانية لان كلمة جور جمع مذاكري بتاخد طول اولى نو دي ساندو وسائل المواصلات مع فيرب دي ساندر بتصبغ بحرف الجار دو طبعا متر ومذاكر هياخد دي اللي هي في النص اللي بعدها موال تا راكت يبقى بريت موال سلفني سلفني مضربك طبعا انا بخطب مفرد عشان هنا صفة الملكية تا فحاخد بريت الاخيرة يبقى هنا امر مع المفرد اللي هو معتي المانجة فروي يبقى اخد حاجة فيها دو على طول يبقى اوتان دو اوتان دو فروي لان الجه بعدها اس فاتي توجور في عندي توجور يبقى اخد جميع توجور 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 على فرم هل تذهب دائما الى المزرعة قال له جني في شميع على فرم انا لا اذهب ابدا الى المزرعة توجور اختار جميع في النفي على طول اكل اغ مونا فا الانترنمون في اي معاد مونا بتذهب للتدريب قال له اي فا اي تذهب دائما الملائي فرب اخد قبل زي ما بنقوله مانجي وبوار وإيليا خدوا قبلها اون معاها اون دائما مانجي وبوار وإيليا قبل الى اخد اون مع الي او ابيت او بيفرة باخد معاها على طول اي طيب بعد كده في المزرعة احنا قلنا فيرب ياخد زايد اداة مع وسائل المواصلات و ا مع الحيوانات اللي بعدها رخم تمانية ما جرون مير طبعا كلمة جرون مير لا تؤنس كلمة جرون تبقى هنا بتستنى زي ما هي مذكر جرون مير اي يبقى حاختار اللي في الوست جرون رخم تسعة في ام بو كلمة ام بو ظرف كمية يبقى اخد دول اولانية على طول ام بو دوس بول لو متا سام دي بغوشان يعني السبت القادم اون اون في كلمة بروشان عايز هنا مستعب الخريب يبقى اول وحد سوف نذهب الالغاب بورسة ديبلسة للتنقل ام بران لابواتير لان احنا عارفين فيرب براندر ما بياخدش حرف جر مع وسائل المواصلة طيب بعد كده في تمرير رقم تسعة جنم با دي ها جنم با دي ها تو على طول ما تنسوش با دي تو يعني اطلاقا اللي هي اول واحدة با دي تو اطلاق مادام فو زت مادام مفرد خدت للاحترام لكن هي تعامل معاملة المفرد يبقى اللي اخر واحدة هنا واخدت تبعي او في الاخر زياد لان كلمة تت الرأس دي مؤنس فتاخد على على انتو بتروحوا جبال القلب وإحنا تفاقنا نما لقي فيرب على اخد قبل جريك على طول يبقى هي جريك الاخيرة اللي هي نوزي الو يبقى هناخد جريك جولين ام باف نتاسيو دولا نتاسيو لان كلمة ايه نتاسيو مؤنس وطبعا ما بتتقصرش بالنافية طالما النافية لم يقع على فيرب فائر لومترو لومترو باس بار باس بار فيرب باس ياخد حرف الجر شي مع العاقل ياخد بار مع الاماكن دايما نركز اوه في الحتة دي بمعنى يمر طبعا برافو تيا بريدو بيل فوتو جامع مؤنس ياخد بالي الاخير بار زائد اداة زائد وسيلة مواصلة اوه مع من صورتي تخرج الوویکند في عطلة نحن يصور مع برسون انا مخروك مع احد يصور سال يعني انا بخرج لوحد يصور سال انا بخرج لوحد سال يبق برسون هنا اخر واحد في رقم 10 جيجو فيربي جوام على الالات الموسيقية بياخد دو جيتار مؤنس يبق دو اوه اوه لغيان دو لجيم اوه ستروف طبعا اللي في الوسط اين يوجد قسم اين توجد اقسام الخضروات اللي في النص طبعا عشان هنا متصرفة مع ايلا بيكاس عشان كلمة ريان اللي هي رايان اللي هي اقسام المجر اقسام المجر صباحة 2024 عندنا تمرين رقم عشرة اول جملة تي باج يعني الخواتم بتاعتك سون جولي بتكون جميلة ما ليه البسها يبقى ليه طبعا اللي انا هاخدها عندنا اللي هي اول واحدة عشان عيدة على كلمة الخواتم لتغاء القطار رول يسير على القطبان يبقى سير اللي هي اخر واحدة اون بيا اون طبعا متصرف زي ايلي باخد دوا اللي في الوسط دوا يجب ان تضرب في جيمناس جين نمانج انا لم اعد اتناول جبنة يبقى هي بلو اخر واحدة عشان المعنى وعشان كمان في دو عندنا قبل كلمة فروماج رقم جبنة انا اسمعك جيدا تحدثوا انا اسمعكم جيدا تحدثوا لوليفان اه بلو جرو طبعا هاخد بلو الاولانية لان بعدها صفة على طول فصفة مش محتاج دو و بلو ما بتجيش في الجملة الا الوصف الفاعل وببص بلو يبقى مفيش في الجملة كو يعني اول ملائي بلو ده وعوز اختارها يبقى مفيش في الجملة كو تانية ففيش كو في في الجملة فان الاخيرة كمبيان بتاخد دو و دو بصرف انترناز مدربة يبقى ست الاخيرة لانها مؤنس طبعا فتي دسبور نوتيك هل تمارس رياضات مائية قالوا نون جين ف جامين انا لا امارس ابدا هذا النوع من رياض في رقم 11 اول واحدة بيير وان ان طبعا بيير ومو جمع مزاكر يبقى اخد صفة او اسم مفعول واخد تبعية قاسي بقى الاول واحدة عندنا بروموني الاول او دناغ في العشاء جمانج بكو فروماج ولا ترو ولا امبودو طبعا امبودو لان طبعا لابد تكون في دو مع ظرف مع ظروف الكمبي نوزلو بلونجيري بلونجيري طبعا مخبس هنا يبقى لا نوزلو على لابد 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 مخبس 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 جو مخبس جو مخبس جو لابد اخطرح لابد اخطرح 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 لابد مخبس اخطرح من نوزلو اخطرح اخطرح الجملة بتاعت الإجابة منفية أخذ نورة مطمئنة على طول الجملة اللي بعدها إيل جو طبعا إيل هنا يبعز ضمير توكيد ليه يبقى لوي على طول جي تكون سيدو وياجير انتران انتران مفيش أداة بعدها يبقى أخذ ان ان زائد وسيلة معاصلات بدون أداة ناتيلي ام جوائي اوباسكي في جوائي يبقى أخذ او طبعا عشان بسكي مزاك تياة باسي باسيانو الأخيرة لأن أبوار ملوش تبعية طبعا وهنا معناها يقضي هل قضيت أجاستك في باريس رقم 12 رقم 12 تياة شيت قالوا دولي جيم كواة طبعا اشتريت ايه ماذا اشتريت كواة حتيجي في آخر الجملة طبعا ما بسعل عن مفعول ايه غير عاقل مي باران جوائي لير تليفوني احنا عارفين فيرب تليفوني بياخد حرف الجرة A طبعا انا بقول انا اتصلت بوالدي مي باران ماشي فهنا طبعا هتاخد لير عشان جمع وعشان عاقل كومبيان دو لتر طبعا دو الأولاني جاتان لوميترو ذرب أطاندر وبراندر وكوندوير واتليزير الأفعال دي براندر أطاندر كوندوير اتليزير يستخدم برضو كلها بتاخد دايما ادوات معرفة ادوات ناكرة مع وسائل المواصلات المهمة ما تاخدش حرف الجرر يار امسا الصان تالي فير فير طالما في فعل تصرف يبقى تاني في المصدر طبعا اصدي هنا فير بقالي هو اللي متصرف لان ده الفعل الاساسي في الجوم لي باخد مصدر بعده على طب يلانكور دو 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 اللي هي في الواست لان كلمة انكور زرفه من ظروف الكمية ولكن الدوب تيجي مضغمة بعده عادي مفيش مشكلة عندنا فهنا هتاخد دو اللي هي في النص اوكي احنا في الحد هنا ونكمل بإذن الله بعد كده احنا حلينا كده بعض الجمل بتاعت القواعد وشرحناها اتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا منا